عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا لمجموعة العمل المصغرة لمناقشة مسودة توصية الحبس الاحتياطي والتي أسفرت عنها الجلسات المتخصصة لهذا الموضوع تتشكل مجموعة العمل المصغرة من كل من المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني محمود فوزي والمقرر العام للمحور السياسي علي الدين هلال ومقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة نيفين مسعد ومقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة أحمد راغب وأحمد وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني نجاد البراية